هذا وترأس اليوم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس التنسقي للسياسات المالية والنقدية وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن تعاون الحكومة مع البنك المركزي أسهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع واستعرض الاجتماع موقف هيكل لاستثمارات الكلية بشكل عام والإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستئناف اكتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة